السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوان نور النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل كوستر والكوباية بتاعتها شكلها جميل جدا يعني قطعة ديكور شكلها جميل وسهلة بنفس الوقت طبعا الداير بتاعه انت حسب رغبتك الالوان يعني انت تحب تختاري الالوان اللي انت مناسبة لكي انا هستعمل ابرة مقاز اه اتنين مليمتر ويلا بنا نبدأ ونشوف ازاي هنعمل الخطوات مع بعض حلف الخيط على على صباح هعمل دايرة سحرية وحرتفع تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة ودي هعتبر اول عمود وداخل الدايرة دي هعمل سبعتاشر عمود بلفة يعني هيبقى المجموع 18 عمود بلفة زي ما هو مكتوب عندك يعني من تحت كملتهم وبقى معايا 18 عمود بلفة هشد الدايرة بتاعتي عشان اضيق الدايرة وبعدين هقفل بمنزلقة في اول ثلاث سلاسل انا بدأتهم بعدين هرتفع تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة حلف الخيط على الابرة والغرزة اللي بعدها على طول هعمل عمود بلفة وبينهم هعمل تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة حلف الخيط على الابرة في الغرزة اللي بعدها هعمل عمود بلفة يعني كل عمودين بلفة نعمل بينهم تلاتة سلسلة ادي اول عمود والعمود اللي بعديه وبينهم تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة هروح على العمود اللي بعديه اعمل عمود بلفة والغرزة اللي بعديها عمود بلفة وبينهم تلاتة سلسلة هكمل كده على نفس النمط في كل الدائرة بتاعتي وطبعا هيتلع معايا تسع فراغات هعمل تلاتة سلسلة وحقفل بمنزلقة في اول تلات سلاسل انا بدأتهم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع فراغات زي ما انت شايفين دلوقتي السطر اللي بعديه هعمل في نفس الفراغ هنا هعمل غرزة غرزة حشب وبعدين هناعمل سبعة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبين العمودين هنا هناعمل غرزة حشب هرتفع تاني سبعة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبين العمودين نعمل غرزة حشب هكمل كده على نفس النمط في كل الغرز بتاعتي هعد سبع غرز وبين العمودين نعمل غرزة حشب هكمل الدايرة بتاعتي وارجع له تاني انا كملت اهو الدايرة بتاعتي هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشب انا بدأتها طيب هدخل هنا في الدايرة على طول في الفراغ اعمل غرزة منزلقة هرتفع تلاتة سلسلة طبعا هعتبر اول عمود وكمان هعمل اتنين عمود بلفة يعني هيبقى المجموع تلاتة عمود بلفة بينهم تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة حلف الخيط على الابرة وقف نفس الفراغ ارجع اعمل تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده وحروح على الفراغ على طول اكرر نفس الخطوات تلاتة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس المكان هرتفع اول عمود والعمود التاني والعمود التالت بينهم تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هرجع اعمل تلاتة عمود بلفة في نفس المكان حكمل كل الفراغات بنفس النمط حقفل بمنزلقة فأول 3 سلاسل أنا بدأتهم بعدين بين الثلاثة عمود والثلاثة عمود حناعمل غرزة حشو وبعدين حلف الخط على الإبرة وأروح على الفراغ على طول أعمل عشرة عمود بلفة هذه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أروح بين الثلاثة عمود زي ما شايفين عشر عمود بلفة دلوقتي حناعمل غرزة حشو في الفراغ اللي هنا اللي بين الثلاثة عمود والثلاثة عمود الثلاثة عمود التانين بالشكل ده حلف الخط على الإبرة وأرجع أعمل نفس الخطوات في الفراغ التاني هعمل عشرة عمود بلفة آد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر زي ما شايفين كده وبين الثلاثة عمود والثلاثة عمود التانيين في المنتصف هنا في الفراغ هعمل غرزة حشو هكمل كده على نفس النمط في كل الفراغات بتاعتي زي ما شايفين كده هنقفل بمنزلقة في أول ثلاث سلاسل اللي احنا بدأناهم لا أنا أسفا في الغرزة الحشو نعمل منزلقة في غرزة الحشو وخلاص كده هقص الخيط عشان أجيب اللون اللي أنا عاوزها بقى أزين به الداير بتاع الكوستر طبعا الخيط ده هنخفيه بين الغرز من الخلف دلوقتي حدخل في أي غرزة حشو هجيب اللون التاني بتاعي هسحب الخيط حرتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو وفوق كل غرزة هعمل غرزة حشو زي ما شايفين سهلة وبسيطة جدا هيديها شكل جميل في الآخر وخصوصا لما تعملي يعني كل كوستر يعني بلون هيدي له جمال أكتر يعني هكمل كده غرزة حشو في كل غرزة بتقابلني بالشكل ده طبعا أنا الخيط بخفيه معاي وأنا بشتغل عشان ما يدايقنيش فوق غرزة الحشو هعمل غرزة حشو يعني لما أوصل عند غرزة الحشو برضو أعمل غرزة حشو يعني ما نفوتش ولا أي غرزة على طول منروح على كل الغرز بتاعت العشر عواميد ونعمل فوقيهم زي ما شايفين كده الداير كله بغرزة حشو بتقص الخيط وبتعملي منزلقة طيب دلوقتي هنبدأ في الكوباية في ارتفاع الكوباية يعني عندنا الفراغات دي اللي هنشتغل عليها هجيب الخيط بتاعي وحدخل من أي فراغ مش مشكلة أسحب الخيط بتاعي وحرتفع تلاتة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة بالفراغ نفسه حعمل تلاتة عمود بلفة وطبعا التلات سلاسل هعتبرهم عمود ادي العمود الثاني وده العمود الثالث وبينهم سلسلة هروح على الفراغ اللي بعديه على طول وأعمل تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ ادي اتنين تلاتة وبينهم سلسلة الفراغ اللي بعديه برضو يعني في كل الفراغات بتاعتي هعمل تلاتة عمود بلفة وبينهم سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة وبينهم سلسلة هكمل كده على نفس النمط في كل الفراغات بتاعتي حيطلع معي تسعة مجموعات زي ما انتوا شايفين طبعا هنقفل بمنزلقة انا عملت السلسلة هقفل بمنزلقة فاول تلات سلاسل انا بدأتهم دلوقتي هعمل تكرار لنفس السطر هرتفع تلاتة سلسلة وفوق كل عمود هعمل عمود بلفة وبينهم سلسلة تكرار لنفس السطر الاول بتاع الكوبية فوق كل عمود نعمل عمود بلفة وبينهم سلسلة هكذا هكمل لغاية نهاية السطر انا هقفل اهو هقفل السطر دلوقتي هعمل السلسلة هدخل في الثلاث سلاسل اول ثلاث سلاسل انا بدأتهم وعمل منزلقة زي ما انت شايفين بدأ يرتفع معايا دلوقتي السطر التالت هنرتفع تلاتة سلسلة هنعمل نفس الخطوات بس بدل ما نحط سلسلة واحدة بين العوامين هنحط اتنين سلسلة هده كده تلاتة وحعمل اتنين سلسلة واروح على العمود اللي بعديه فوق كل عمود نعمل عمود بلفة وبينهم اتنين سلسلة ادي واحد اتنين سلسلة ارجع على العوامين بتاعتي فوق كل عمود نعمل عمود وبينهم اتنين سلسلة ادي واحد اتنين هكمل كده على نفس النمط لغاية نهاية السطر زي ما انت شايفين انا بنهي السطر اهو وهي بدأت توسع معايا لان انا عملت هنا زيادة كمان سلسلة هعمل اتنين سلسلة وحقفل بمنزلقة في اول ثلاث سلاسل انا بدأتهم دلوقتي السطر الاخير قبل طبعا غرزة الحشو اللي هنعملها في الاخر هرتفع ثلاثة سلسلة وفوق كل عمود هعمل عمود بلفة ومكان اتنين سلاسل هنا هعمل اتنين عمود بلفة هادي العمود الثاني هرجع عندي ثلاث عواميد هنا فوق كل عمود هعمل عمود وعند السلاسل لما اجي عندي السلاسل اعمل اتنين عمود بلفة سهل وبسيط جدا زي ما نشايفين هكمل كده كل السطر يعني الغرز فين ما انا عملت الاتنين سلسلة هنعمل اتنين عمود بلفة وبس وحنهي الشغل بتاعي في اللون الابيض ادي اول عمود العمود الثاني انا طلعت من لفتين وسبت الخيط على الابرة عشان اغير اللون واعمل غرزة الحشب اللي في اللون الاصفر حسحب اللون الاصفر بتاعي واعمل منزلقة في اول ثلاث سلاثل انا بدأتها وطبعا هنقص الخيط الابيض خلاص مش محتاجين لو انحنا خلصنا الشغل بيه هعمل دلوقتي فوق كل الغرز بتاع غرز العمود هعملها غرزة حشب زي ما عملنا في الكوستر يعني كل الغرز فوق كل غرزة عمود هنعمل غرزة حشب طبعا هاخد الخيوط معايا عشان انا بشتغل بنظفها معايا بخفيها تحت الغرز وكده مش محتاجة يعني انا اعمل بها اي حاجة هكمل كده غرز حشب فوق كل غرزة زي ما جايفين انا حقفل بمنزلقة في اول غرزة حشب بدأتها بالشكل ده دلوقتي هنعمل الودان بتاعت الكوباية او الايد بتاعت الكوباية هنرتفع خمستاشر سلسلة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر سلسلة وهنا في الفراغ اللي اقصاده على طول شايف الفراغ ده اللي من تحت هدخل الابرة واعمل غرزة حشب وبعدين هلف الخطع الابرة ومن غير ما اقعد الغرز بتاعتي هعمل غرزة نص عمود من خلف السلاسل بالشكل ده لغاية ما اوصل للنهاية الودان او الايد بتاعت الكوباية هطلع كل مرة بغرزة نص عمود عشان يديني شكل الايد بتاعت الكوباية بغرزة عمود بالشكل ده بالشكل ده زي ما انت شايفه وحنهي السطر بتاعي فأول غرزة حشب وأنا بدأتها وأعمل منزلقة وخلاص هقص الخيط وطبعا الخيط الزيادة ده هنخفيه بين الغرز ونزبط الشغل بتاعنا نعدله يعني ونعدل الكوباية بيبقى شكلها جميل جدا ممكن تبقى ديكور وممكن كمان انت تستغليها وتحطي الدبابيس الدبابيس بتاعت الشغل بتاعك العلامات اي حاجة ممكن ممكن كمان تحطي يعني صابونة اي حاجة ممكن تخترع البريك يعني ممكن تستعملي اتمنى الفيديو